نقص السعار الغذاء والطاقة التي ترتفع في كل مكان ومن خلال الجهود المشتركة نحاول تقفيف تأثيرات هذه الحرب وحكومتي قد قررت للتو أن توفر الصناديق المعبئة بالأطعمة للأشخاص في هذه الأزمة وهذا يتعلق بالقرارات المشتركة لتقفيف أسعار الطاقة والعدوان الروسي قد أدى إلى لحظة صعبة في سياستنا الدفاعية وقد خلقت استثمار بقيمة مئة من اليورو وكذلك سنكون مسرورون لمشاركة إسرائيل في الدفاع الجوية وإسرائيل لديها نظام دفاعية متقدم وموضوع آخر مهم لمناقشاتنا هي عملية السلام في الشرق الأوسط وموقفنا الأساسي هو أن الحل المستدام يستعمل على حل الدولتين وهذا الحل عليه أن يتم التفاوض بشأن من الجانبين وخفض التصعيد وإحراز التقدم الملموس في هذه العملية الصعبة وتحسين ظروف الشعب الفلسطيني جميع الجوانب عليها أن تتوقف عن التصعيد والإجراءات ونحن نطلب من القيادة الفلسطينية فعل المزيد لتحمل مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني ونحن نأمل أن لا تتصرف إسرائيل بشكل أحادي وبشأن إيران اتفقنا مع إسرائيل على أن إيران ليس عليها الحصول على أسلحة نووية ونعتقد أن اتفاق دولية يعمل بشأن الحد من التقدم في البرنامج النووي الأوراني هو شيء جيد وإيران لم تمنحنا حتى الآن رد إيجابي بشأن التنسيق الأوروبي سيداتي ساداتي العلاقة الثنائية بين دولتين لديها روابط عديدة وإسرائيل قد سهمت في تطوير وتوليد المصادر المتجددة للطاقة سعادة رئيس الوزراء إنه من دواعي سوري أن أستقبلك هنا وقد أظهرت ريادة سياسية وكفاءة سنظر النصب التذكاري في الموقع الذي سنتاجه إليه وهذا يذكرنا جميعا بذكر الحرب وقصوة الجرائم ضد الإنسانية ونعيد تذكر أو إحياء ذكر ضحاياه في الحرب فجرائم الجرائم ضد الإنسانية علينا أن نتذكرها وسعادة رئيس الوزراء ألمانيا وإسرائيل ستواصلان الوقوف إلى جانب دولة إسرائيل فإسرائيل صديق قريب وشريك أشكرك صديقي المستشال شولز سيداتي ساداتي أنا ابن تومي لابيد ابن ناجي من المحرقة وأنا ابن بيلالامبن الذي قتل في المعسكر معسكر التركيز وأنا أقف هنا إلى جانب كرئيس مزراء الدولة اليهودية وفي وقت لاحق اليوم سنسافر أنا والمستشار إلى وانزهاوس حيث عقد المؤتمر مؤتمر فيس كونفلس حيث تم الوصول إلى مشكلات إلى الحل الأخير لمشكلات اليهود ونتيجة هذا المؤتمر بناء المعسكرات الموت وسنلتقي مع ناجين من المحرقة الذين جاءوا من إسرائيل وهذه لحظة نصر كبيرة لهم فهم نجعوا منه وقد أسسوا الاستقلال ودولتهم الخاصة وعادوا إلى هنا أو يعودوا إلى هنا اليوم ورؤوسهم مرفوعة كشعب حر وأنا أتخيل سعادتك أن هذا اجتماع معقد لك وأقدر حقا شجاعتك ورغبتك في أن تشارك في هذا الاجتماع الروابط العميقة بين بلدين سعادة المستشار أثبتت أن الإنسانية دائما لديها خيار حتى وإن استبدل بالصداقة وأن العنف يمكن أن يستبدل بالكرم الإنساني والقدر على التعاون وصعدها المستشار أنت منتزم بالخيار الصحيح وبالأمس دولتنا وقعت اتفاقية تبادل الشباب وهذا يلقص التفاصيل الأخيرة لشراكاتنا الاستراتيجية واتفاقيتنا بين إسرائيل وألمانيا وتؤسس للحوار الاستراتيجي في القدس وهذه الشراقة لديها منافع اقتصادية وأمنية وهي التزام فعلي لألمانيا لإسرائيل والدولة يهودية ديمقراطية وإسرائيل من جالبها ستعلعب دور في بناء القوى الدفاعية الألمانية وبالتحديد في مجال الدفاع الجوي كما ذكرت والبعض سيقول أن الشراكة العسكرية بين ألمانيا وإسرائيل هي سخرية تاريخية وأنا أعتبرها أن تثبت من خلال أننا إن ضممنا إلى الاستنتاجات الضرورية من الماضي والحوار لا يتوقف والديمقراطيات عليها أن تكون راغبة وقادرة في الدفاع عن نفسها وفي بعض الأحيان ينبغي الدفاع عن الحرية بالقوة وشراكاتنا تتطلب مننا أن نعمل معاً ضد التهديدات المتنامية من إيران في أن تصبح دولة نووية وألمانيا أحد الدول الشرقية وهذا جزء من مسؤوليتها التي تحملتها وحان الوقت للتقدم وتجاوز المفاوضات الفشلة مع إيران يمكننا أن نحقق الأهداف التي نشاركها لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية وقد ناقشنا الحاجة للإستراتيجيات الجديدة لوقف البرنامج النووي الإيراني والنووي الإيراني سيؤدي إلى عظم الاستقرار في الشرق الأوسط وسيؤدي إلى سباق تسلح سيعرض العالم بأكمل للخطر وللعودة للاتفاق النووي تحت الظروف الحالية سيكون خطأ خطير ونزع العقوبات وتعليق أو تدفق مئات المليارات من الدولارات لإيران سيزيد من التوترات في الشرق الأوسط وفي أوروبا وهناك طريقة أفضل وطريقة أفضل للتقدم في الشرق الأوسط وهو ما صار اتفاقيات أبرهام والرؤية المشتركة للمنطقة بعيدا عن التطارف والإرهاب ونحو السلام والتسامح والتعاون أيدينا ممتدة للحصول أو لتحقيق السلام مع جميع جيراننا ودائما ستبقى كذلك صديقي المستشار شولز أشكرك للترحيب الحاربي هنا في برلين وبينما نتذكر ماضينا أتطلع لمواصلة السعي نحو تحقيق هذه الرؤية المشتركة في المستقبل أشكرك أشكرك شكرا جزيلا لك